الصفات عند الأشعرية والمعطلة هل يثبتون الصفات لله؟ لا المعطلة الذين هم الجهمية والمعتزلة لا يثبتون لله صفات بل يحرفونها ويؤولونها وينزهون الله عنها ويعطلونه من أسمائه وصفاته وأما الأشاعر فإنهم يثبتون سبعا من الصفات وينفون ما عداها ويقولون هذه السبع دل عليها العقل وأما ما عداها فإنما دل عليها السمع يعني أدلة الشرع فقط وأدلة الشرع يقولون لا يعتمد عليها في باب الاعتقاد لأنها يدخلها العلل في الأسانيد كما يقولون إلى أشباه ذلك من الحجج الواهية والصواب أن كلما صح الرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب إثباته لله عز وجل إثباتا بلا تمثيل مع تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين تنزيها بلا تعطيل وللإمام ابن خزيمة رحمه الله كتاب جيد ذكر فيه الأسمى والصفات الواردة في الأحاديث الصحيحة سماه كتاب التوحيد وروا فيه لأسانيده كل ما ورد أو أكثر ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات فهو كتاب جيد ومرجع لأهل السنة نعم ترجمة نانسي قنقر